السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة بسرنا الالتقاء بكم مجدداً في مادتنا اللي اليوم بنتابع فيها شرح الدروس المطلوبة علينا في مقرر فيزيو واحد 102 للتعليم الثانوي 812 للتعليم الفني والمهني ونحن متابعين بالفصل الثالث ودرسنا الأخير في هذا الفصل متعلق بفهم السقوط الحر ودراسة ما يتعلق في هذا الموضوع نبتدي أنا وانتو بمعرفة أهدافنا رح نوضح مفهوم السقوط الحر وماذا يعني وتعريفنا لسقوط الحر ثم استنتاج معادلات الحركة الخاصة بالسقوط الحر ومن بعدها نطبق حل مسائل على موضوع السقوط الحر بداية عندما نتكلم عن التعريف لسقوط الحر التعريف الأساسي للسقوط الحر يمثل حركة الجسم بتأثير قوة الجاذبية الأرضية فقط مع إهمال مقاومة الهواء مقاومة الهواء أو غير الهواء أي قوة أخرى غير الجاذبية الأرضية لا تأخذ بعين الاعتبار إذا أردنا التعامل مع حالة الحركة كسقوط حر ولذلك إذا شفت من الأمثلة اللي إحنا متعودين نطالعها في حياتنا نجد بأنه دائما الأجسام الساقطة تتأثر بفعل الجاذبية الأرضية وتتجه نحو الأسفل نحو مركز الأرض كجسم جاذب وهذه الأشكال اللي موجودة عندي في الرسمات التوضيحية بتوضح لنا آلية السقوط الحر للأجسام بتأثير قوة الجاذبية الأرضية أما إذا خضع الجسم لقوة مقاومة الهواء مثل البارشوت إذا المظل يفتح المظلة في هذه الحالة ستبطع حركة الهبوط ويتأثر الآن بقوة تعرف بمقاومة الهواء وهي قوة معيقة مثل ما راح نتشوفها في الوحدة الرابعة عند تأثير مقاومة الهواء في الجسم الساقط في هذه الحالة لا يعد في حالة سقوط حر في دراسة سقوط الحر للأجسام أول اتفاقية بتفقها مع الجميع وأرجوك تنتبه لهذه النقطة أن تسارع الجاذبية الأرضية ثابت دائما للأسفل وله مقدار محدد هذا المقدار خاص بكوكبنا بالأرض تسارع الجاذبية الأرضية 9.8 أما إذا رحنا للقمر تسارع جاذبية القمر 1.6 إذا رح كوكب آخر جاذبية مختلفة فالأرض لها تسارع جاذبية خاص بها وبيعطينا في الامتحان في بعض أحيان يقول لك اعتبر الجاذبية 10 بعتمد 10 قال لي 9.8 بعتمد 9.8 هذا التسارع دائما للأسفل يعني ما في أمل في أي لحظة أثناء حرك الجسم أن أحصل والله التسارع صار لي أعلى أو دائما هذا التسارع ثابت ولذلك هذه اتفاقية من البداية أنا وأنتم نتفق عليها بأن تسارع جاذبية الأرضية دائما لأسفل وقيمة الثابتة الجسم أيضا في اتفاقياتنا أنا وأنت ما دام السؤال قال لي ساقط جسم أو أفلت جسم بما أنه جاب طاري سقوط وليس قذف إذا قال قذفت جسم من الأعلى بسرعة 10 متر برسيكيند لاحظوا السرعة بيتدائية صارت 10 متر برسيكيند ولكن معنى سقوط الجسم أن يسقط من السكون وسقوط الجسم من السكون يعني أن السرعة الابتدائية تساوي صفر فكل حالات السقوط اللي بنتعامل معها سنعطي دائما قيمة الفي آي صفر في القديم والسابق هذه بس لمحة كانوا الناس يعتبروا أن الجسم الأكبر كتلة أثقل وزن أكبر وزن بيسقط أولا وذلك نفس ما تشوف عند مقارنة قصاصة ورق مثلا مع الحجر قارن قصاصة ورق وحجر إذا أفلتناهم قديما كان الناس تعتبر على بالهم الجسم الأثقل يصل أولا أو يكون أسرع فيه ولكن فعليا فعليا هذا كان اعتقاد خاطئ وقام العالم غاليليو وهو عالم إيطالي بتجربته الشهيرة للتحقق وهذا انتبه بمبدأ البحث العلمي أنه ليس كلما سمع الناس يقول أوكي صح أوكي هو فكر وقرر أنه يتأكد من هذه الاعتقاد السائد فقام بتجربته الشهيرة بإلقاء جسمين مختلفين من سطح برج بيزا المائل في إيطاليا وتوصل إلى وصولهم بنفس الوقت لسطح الأرض واختار هو الأجسام بشكل يجعلها ما تتأثر بمقاومة الهواء لأنه سقوط الحر يعتمد على إهمال مقاومة الهواء وهذه كانت من الأدلة على أن السقوط الحر لجميع الأجسام تعامل بنفس الطريقة يعني إذا كنت على سطح بناية أفلتت قلم رصاص وأفلتت قطعة طابوق أو حجر مفترض يصل البنسل وقطعة الحجر بنفس اللحظة لسبب أنهم يخضعون لنفس تسارع الجاذبية يعني ما فيه واحد له تسارع أكثر من الثاني عشان يسبق هم نيناتهم يجذبهم الأرض تجذبهم الأرض بنفس التسارع فيكون لهم نفس السرعة وهذه النقطة التي أرجوك تنتبه لها بأن جميع الأجسام الساقطة جميع هذه الأجسام تصل الأرض بالوقت نفسه عندما تسقط بشكل حر أنا قلت شكل حر يعني بدون وجود قوة أخرى غير قوة الجاذبية والسبب كتعليل لأنها جميعها تخضع لتسارع الجاذبية الأرضية وطبعا انتبه سقوط الأجسام يجب أن يكون من نفس الارتفاع يعني ما هي أقارن البنسل مع حجر صاير بمكان أعلى أو أقارن البنسل مع حجر بمكان نفس الارتفاع عشان يكون مقارنتنا صحيحة وعلمية هذه نقطة أرجوك تنتبه لها وتفهمها في دراسة المعادلات الآن الخاصة في العمليات الحسابية لأصغوط الحر سنطبق نفس معادلات الحركة بتسارع منتظم والذي درسناها في الدرس السابق في الدرس السابق شرحت بأن الحركة بتسارع منتظم بتنطبق عليها ثلاثة معادلات والذي طلبت منكم أن تكونوا حافظينهم لأجل كتابتهم واختيار المعادلة الناجحة وتحديد الفاشلة هنا أيضا تسارع الجاذبية الأرضية يعتبر تسارع منتظم لأنه بقيمة ثابتة 9.8 ما قاعد يتغير التسارع الجاذبية الأرضية وبالتالي ينطبق على التسارع الجاذبية ما ينطبق على معادلات الحركة بالتسارع المنتظم ولكن مع فرق بسيط أن رمز التسارع اللي كنا معتمدين عليه في معادلاتنا سيستبدل برمز خاص بالجاذبية وهو رمز G وهذا الجيل اللي احنا أراضي ماخدينها من مصطلح جرافتي جرافتي اللي بتعني الجاذبية فقط بنستبدل الأي وبنخلي بدل منها جيل وبالتالي هذا الشكل الجديد اللي احنا بنتعامل معاه في معادلاتنا يكون المعادلة الأولى أن الفي أف تساوي الفي آي بلاس جي تي الفي فانال سكوير تساوي الفي آي سكوير بلاس تو جي هذه دي واي أرجوك تنتبه تمثل لي الارتفاع تعني لي الارتفاع دي واي ونفس ما رح أراويك بعد شوي والارتفاع الذي سقط عنه الجسم أيضا المعادلة الثالثة يساوي الفي آي تي بونت فايف جي تي تربيع وانتبه في كل معادلاتي هذا الحد الأول سيتم إلغاءه بكامل المعادلات ليش؟ لأن الفي آي تساوي صفر مثل ما اتفاقنا في حالة السقوط ليست حالة قذف المقذوفات يكون في سرعة انطلاق أما في حالة السقوط في آي تلغى وكل حد يحتوي الفي آي يتم إلغاءه وبالتالي اللي أرجوك تنتبه معاي أن هذا الفي آي كسرعة ابتدائية فعليا هي تمثل السرعة عند بدء السقوط ويكون دائما بقيمة صفر الفي الفاينال هي السرعة النهائية وليس لازم السرعة النهائية يعني في آخر الحركة ممكن السرعة النهائية يعني عقوب 2 سيكون عقوب 4 سيكون عقوب 3 سيكون يعني السرعة التالية السرعة التالية اللي نعطي لها رمز الفي آف وهي تمثل سرعة الجسم بعد فترة زمنية محددة معينة بالسؤال يقول لي آف بسرعة الجسم بعد ثلاث ثواني جي وشرحت لكم مني شوي نبهتكم على الجي هذه اللي تظهر في معادلاتي هي ترمز إلى تسارع الجاذبية وهذا التسارع لكوكب الأرض تحديدا بقيمة نام بونت ايت لو قال لك تم الإلقاء الجسم في القمر بيعطيك هو شم تسارع الجاذبية الخاص في القمر تي تمثل الزمن مثل ما أنت متعود رمز دي واي هو يمثل مسافة الحركة ولأنها في محور الواي عطيناها رمز دي واي عشان أميزها عن المسافة الأفقية في الحركة الخطية اللي كنا من قبل نطبقها فقط هي كرمز في بعض الكتب الفيزياء يعطونها رمز ايتش الارتفاع بيعطونا رمز ايتش من مصطلح هايت فممكن الاتش تدل على الارتفاع وممكن دي واي تدل على الارتفاع هذا لفهم معاني الرموز الواردة في معادلاتي ويجب الانتباه لهذا النقاط نفس ما ذكرت في الحصة السابقة وتحديد ما هو المتوفر من المعلومات واللي نسميه معطيات ومن ثم تحديد ما المطلوب إيجاده في سؤالي وبعدها نستبعد المعادلات اللي تفشل في حل السؤال أو استبعد الفشلة ونختار المعادلة الصحيحة اللي تنجح في حل السؤال لاحظ عند مراقبة هذا الشكل لجسم بدأ السقوط كان في البداية بيقطع مسافة أقل لأنه له سرعة أقل هو خاضع لتسارع الجاذبية ومعنى ذلك أن سرعته بتزداد وزيادة سرعته تكون بمعدل 9.8 متر بير سكند في كل سكند في كل ثانية تزيد السرعة 9.8 كل ثانية فقعدة تزيد السرعة فتزيد المسافة المقطوعة تزيد السرعة تزيد المسافة المقطوعة وبالتالي هذا التمثيل ورح أساعدكم في فهم القصة لما أراويك منحنى دراسة السرعة والزمن وتغير السرعة مع الزمن في السقوط الحر وتلاحظ بأنه في هذه المعادلات اللي أعرضتها لكم لا تظهر الكتلة أم ولا معادلة فيها كتلة الجسم أم ولهذا نجد بأنه الأم لا تأثير لها في حركة السقوط الحر إذن هذه الأم ما لها أي تأثير ككتلة لجسم متحرك طب تبيعي عرض تدريبي الأول واللي بطبق في ما شرحت لكم وأرجوك تخلي معاك ورقة وقلم مثل ما نحن متعودين دائما نقول وحاول مو لازم تحل حل مثالي مئة بالمئة مو مشكلة أخطئ وبنتعلم من الخطأ ولكن بمجرد أنك حاولت تحل السؤال هذه محاولة تعتبر إنجاز سؤالي عطاني أن حجر سقط عن سطح بناية هذا البناية اللي معانا وهذا الحجر عن سطح البناية ووصل إلى الأرض بعد زمن يعني الرحلة من ما طلع الحجر لين ما وصل الأرض كانت سرعته بسيطة عقوب زادت ثم سارع وصار أسرع وصار أسرع